ارجو ان احنا نشوف القرى نشوف القرى يعني ما بقاش تركيز على القاهرة والجيزة واسكندرية والمدن لا من عندي قرى يا جماعة وعند قرى الناس الغلابة في القرى ما لازم اود منافذ متحركة في القرى المصرية انا عارف طبعا مش هنقدر نوفر 4500 منفذ في وقت واحد ولكن ممكن اود واحد النهاردة ونعلن عنه او يومين او تلاتة وقرية تانية او على اقل في جهات الدولة المختلفة نوزع القرى عارفين حياة كريمة حياة كريمة حياة كريمة لكل المصريين شوفوا حياة كريمة عمليئين في مصر فارجو ان احنا كمان نبقى في مع الاستعدادات لشهر رمضان وفظل ارتفاع الاسعار واللي هتزيد تاني هي مرتفعة دلوقتي بس هتزيد كمان امريكا النهاردة بعد شوية اقول لكم خبر صعب جدا في امريكا اقول لكم بعد شوية عشان تعرفوا امريكا كمان حصل في ايه ايه فنزود القرى منافس في القرى اكتر منافس متحركة اكتر زمان كان عندنا في القرى كنت باسأل النهاردة بقول لهم فيه كان عندنا زمان في القرى الجمعية استهلاكية جمعية استهلاكية كان بنوفر فيها او الحكومة بتوفر فيها الحاجات بتاعت الناس محدش كان بروحها كتير لزمان ما كانش الامور يعني دلوقتي ان بتكلم على اربعين سنة مثلا تقريبا يعني اربعين سنة زماني يعني النهاردة الاسعار زي دا قوي والناس اللي كان ارضها فزرعت ارضها ما بقاش عندها النهاردة زراعات زي زمان الارض اللي اتخذت وبالتالي لما انا اوفر كحكومة النهاردة في القرى كمان اقدر يعني اساعد الاهالي اللي هم الاكثر احتياجا غير مبادرات التانية يعني غير تحية مصر غير الارمان غير غير الجمعيات اللي بتودي للناس لحوم وغيره لا انا بتكلم على منافذ اللي ماطن نروح يشتري بسعر رخيص يعني مثلا كلنا واحد عاملين مبادرتهم اللي هتنزل اليوم الثلاث تخفيض من خمسة وعشرين الى ستين في المية اللي قدام حضراتكو دي بقول لحضراتكو مبادرة تحت رعاية السيد الرئيس من خمسة وعشرين لستين يعني فيه سلع هتلاقي فيها تخفيض ستين في المية طبعا ده مش هتلاقي برة مش هتلاقي ستين في المية ابدا ولا هتلاقي في خمسين في المية ابدا يعني لمنزلك عشرين وخمسة وعشرين يبقى عمل لك خدمة عظيمة النهاردة الداخلية عاملة قادي تسعمية تلاتة وتسعين فرع مع اكبر سلاسل في مصر يعني قرأت اسماء السلاسل كلها اللي هي فيها حداك تروح تشتري كل الكميات او الانواع في السلاسل الكبيرة جدا من اول اسكندرية لحد اسوان مطروح سهاج كل محافظات مصر سواع عشرين نزل فيهم هزين مبادرة مبادرة الداخلية التخفيض من خمسة وعشرين لحد ستين في المية طيب لما انت بتعمل ادي مبادرة فانا عايز مبادرة زي كده تنزل القرى المصرية تاني لانه الفروع اللي بتكلمه مش موجودة في القرية هي موجودة في المدينة طب ما انا ااخد جزء من الكلام ده انا ازل القرى كمان وليه لا نود عربيات زيادة نشوف عربيات منافذ اكتر والعربيات يعني تبقى موجودة في القرى ويتم الاعلان عنها يا جماعة بكRA هيبقى عندكم في القرى الفلنية بعد بكرا في القرى الفلنية بعد بعد ويبقى عندنا كميات اضافية للناس بالاضافة للمدينة من عندي شعب تاني تمانية وخمسين ولا ستين مليون عايشين في القرى نص الشعب اكتر من نص الشعب عايشوا قرى تمانية وخمسين او ستين مليون اللي هم بتعلمهم حياة كريمة دول مش عايشين في مدينة دول عايشين في القرية والنجع والكفر فدول ستين مليون محتاجين إن أنا أشوفهم لازم أروح لهم مش باقي على عايز كل المواطن ولكن كمان أروح للقرية كمان أقدر يعني أساعد الناس اللي هم كمان محتاجين أوي في القرى